بهذه نمر للمحور الثالث والأخير اللي هو بالمقابل كيف مشفنا قلنا تعاقد راجم المنزرتي هناك نهاية مرحلة بالنسبة لوليد الرقراجي موسم اللي كان جيد ناجح وتكلل بثنائية غالية على جماعيات الوداد اللي هي البطولة الاحترافية وعصبة الأبطال الأفراقية كيفاش كتشوفها بالنهاية؟ واشاقد لأنه حقق جميع الأرقاب ممكنة حالياً الأرقام دياله للأشياء الإيجابية اللي قدمها الفريق رغم أنه مر بواحد سنة وطويلة العدد ديال المقابلات اللي جرى فارق الويداد البيضاوي اللي في دورة أبطال أفريقيا ولكذلك البطولة الوطنية فهو رقم كبير والألقاب اللي حققها فألقاب اللي ما يمكنش على أي مدرب أنه يحققها كانت تكلموا على مدرب اللي جاب واحد الفكر جديد جاب واحد عقلية جاب واحد استراتيج عمل مغير على المدربين اللي كانوا مروا على القلعة الحمراء فاعتقادي على أنه خسارة كبيرة لفارق الويداد البيضاوي تكلموا على سنة سنة كانت كافية الواليد الرقراج بيش أنه يبصم الاسم دياله بأحرف من ذهب سجلات ديال الشريخ فارق الويداد البيضاوي حصل على لقب دورة أبطال أفريقيا وهنا كنت تكلموا على القيمة المضافة ديال هذا اللقب هذا حصل على اللقب ديال البطولة الوطنية في ظل الاستمرار في العمل لأنه الويداد حصلت على اللقب السنة الفريطة ويمكن ما زال عنده الحشيمالية ديال الحصول على لقب ديال كأس العرش فهذا أرقام كاملة تطرق على انه المدرب وليد الرقراج يقدم عمل كبير قدم عمل كبير هو الإدارة وكذلك الطاقم المشرف اللي كان معه على فارق الويداد البيضاوي لأنه کبالك هنا واحد العمل لدار في الخافاء كن واحد طريق ديال عمل وتدبر أمور جيد بالنسبة للعبين والعقلية ديال اللاعبين فالمدرب وليد الرقراج كان داكي في الواجهة ديال فارق الويداد البيضاوي وأنه حيى الاسم ديره مع فارق الويداد البيضاوي والأرقام ديره كما قلت لك فهي ربما كافيلة على أنه وليد أفضل مدرب هذا الموسم هذا بالنسبة لأي فارق مغربي